اشتركوا في القناة ان ينتظر حتى يتوفر لأحدنا مبلغا من المال حتى يقوم بشراء نصيبه ما حكم هذا الشرط في الشريعة الاسلامية هذه الشروط لا أصل لها وعلى الشريك ان يبيع نصيبه من الملكة ومن العقار ولكم الشفعة لكم عليه الشفعة بأن تأخذوه من المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به الشفعة ثابتة وهي حق فأنتم لكم الشفعة عليه إن قدرتم جميعا فهموا اشترك بينكم والذي لا يقدر أو لا يريدها تبقى للآخرين الشركاء الباقين نعم